احنا ما معناش في البيت ولا ما اللي بص احنا نقعد ساكتين نعمل لان احنا مش موجودين وغطى مراجل يمشي موقفها عظيمة معايا قمت من ام لقيتها بايع الدبلو سيبالي الفلوس تحت المخد انا ليه بقى حبها لان كل موقفها في الحياة جميلة لما تبقى زوجة عايشة بس يعني بعد ما ترضي ربنا وربنا قبل كل شيء عشان ترضي زوجها بس مبادية عن نفسها لما حد يبقى عايش عشانك هي عايشة في الدنيا الله ارحمها وسامحها فقط عشان ترضيه فقط عشان تشوفني سعيد كل حاجة كنت تبقى حبها كانت بتعملها عشان اي شيء حتى نقول لأكل لو هاي مش بتحبه بتعمل لأكل مخصوص عشان هم مش مهمة تقول لهم اهم حاجة بابا تقول للولاد بابا اهم حاجة بابا اللي بيشأ بابا اللي بيتعب بابا كذا ربت في ولادي حبهم لابوهم وده كتير قوي من الزوجات للأسف يفوتهم ده حتى الزوجة لو مختلفة مع زوجها لازم ما تنسيش ولادها ان ده بابا مهما كان من القب اللي قيمة ننفعش تسقطي قيمة زوجك قدام ولادك مش صحة خالص ربت في ولادي حبهم بيا واحترامهم بيا مواقفها عظيمة معايا كنت انا ساكن في شقة وقتها كان ايجارها 85 جنيه وده كان ايجار كبير جدا الكلام ده كان في 96 في بيجي كشاف نور يخبط علشان ندفع الوسط احنا ما معناش في البيت ولا مليم فخبط كشاف النور وكان عندي احمد ابن لسه طفل فانا سامع صوت كشاف النور خبط على الناس اللي تحته وسمعت وخدت بالي فوقت لا بص احنا نقعد ساكتين بنعمل ان احنا مش موجودين وغطى ما الرجل ينشي وانا بقى ندفع الشهر الجاي كل ربنا فرجها يعني تمام كتمنا الصوت وكل حاجة تمام التمام ونزل الرجل بعد ما نزل كنت انا بعد ما انتجوزت كنت باعت الشابكة عشان كانش فضل الى الدبلة بتاعتها ما قالتليش اي حاجة بعد ما رجل من نزل تمام التمام وخلاص انا بقى قمت عشان انام قمت منهم لقيتها بايع الدبلة وسيبالي الفلوس تحت المخد انا مقلت ليش اعمل لي حاجة فبقول لها لي كده قلت لي يا الدبلة تنفعنا بايه عادي انت اتعوضها تجيب غيرها عشر مرات ايه المشكلة ده حاجة بسيطة بس انا ما طلبتش فده بيبقى شيء عظيم لما انت تبقى عندك عطاء من غير ما يطلب منك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة